السلام عليكم باختصار شديد تشتري الجالاكسي اتنين وعشرين ولا الريديمي تان خلينا نشوف في المقارن السريع المختصرة دي وكالعادة تفصيل اكتر هتلاقف ومراجعة كل موبايل لاسيبها لك تحت في الديسكريبشن او في الاي اللي عتزار فوق واحنا ماشيين في الفيديو خلينا نبدأ الفيديو ونبدأ اول حاجة بالشاشة الريديمي تان بيقدم شاشة ستة ونصف بوصة بدقة فول اتش دي نوحة اي بي اس وبتردد تسعين هرتز الجالاكسي اي اتنين وعشرين بيقدم شاشة ستة اربعة من عشرة بوصة بدقة اتش دي من نوع السوبر اموليد وتردد تسعين هرتز ال اتنين وعشرين بيقدم شاشة افضل بكتير في الالوان وتقلوبة المشاهدة والجودة حتى السطوع بيقدم ستميت نتز وبالتالي بتدر تشوفه في اشعة الشمس او في الشارع افضل شوية من الربعمائة نتز اللي بيقدمهم الريديمي تان لكن الريديمي تان عنده الدقة الاعلى وبالتالي هي تديك حدة محتوى اكتر وكمان عليه طوقت حماية كورني جوريلا جلاس الجيل التالت كمتعة وجودة وتجربة ال اتنين وعشرين اس يكسب مستليع بس قد نقصوا الدقة الاعلى عشان يدي كمان حدة كويسة لما نيجي للصوت في الريديمي تان بيجي بسماعة استيريو او سماعتين استيريو على عكس ال اتنين وعشرين اللي بيجي برضو بسماعة جيدة ولكنها مش استيريو وبالتالي تجربة الريديمي تان هتلاقيها افضل بشكل واضح وممتعة اكتر في موضوع الصوت اما سماعة المكالمات والمايك فالاتنين كانوا ممتازين مواجهتش فيهم مشاكل في المجمل بالتأكيد السماعات الاستيريو تخليني اكسب الريديمي تان على طول في النقطة دي اما لما نروح للمكالمات والشبكة فالجالكسي اتنين وعشرين بيجي بتطبيق سامسونج الخاص بالمكالمات وبالتالي تقدر تسجل المكالمات بشكل تلقائي ومن غير ما حد يعرف على عكس الناحية التانية في الريديمي تان اللي بيجي تطبيق جوجل وبالتالي مش هتقدر تسجل المكالمات من غير ما حد يعرف لازم تتفضح الاول الريديمي تان في مستشعر تقارب حقيقي وبالتالي تجربة اخسر عملية من الاتنين وعشرين اللي مفوز مستشعر تقارب حقيقي وبيستخدم سوفتوير مش وحش بس بالتأكيد المستشعر الحقيقي هيكون اكثر عملية الاتنين بيدعموا منفذ ميموري منفصل جانب الشريحتين اللي بيدعموا هما الاتنين الفور جي ويدعموا طبعا الويس اوفر التي اي كان هما الاتنين مش خارقين يعني في الشبكة لما نروح للكاميرات في الريديمي تان بيقدم لنا كاميرا خمسين میجا بيكسل مستشعر جديد وحديث وكاميرا زاوية واسعة النحاء التانية بيقدم لنا كاميرا تمانية واربعم�� T8 ميجا بيكسل مع كاميرا بزاوية واسعة لكن ال A-22 بيقدم ميزة صعبة تلاقيها في الفتى السعر هذه وهي ووجود OIS او المثبت البصري في الكاميرا ودي بتديك صور اسبت بتديك فيديوهات اسبت وبتديك نايت مود احسن عشان بتقدر تثبت الكاميرا بشكل احسن وعمليا الـ 22S بياخد صور جميلة جدا بداينامي كرينجي والوان احسن على عكس الريدمي تان اللي بيقدم الوان ومعالجة بهتة ولكن بيقدم تصوير ليلي احسن اما الاداء في الريدمي تان بيقدم ميديا تيك هاليو جي تمانية وتمانين واربعة جيجا رام ومية تمانية عشرين جيجا ذاكرة داخلية الـ 22 بيقدم الميديا تيك هاليو جي تمانين واربعة جيجا رام واربعة وستين جيجا ذاكرة داخلية دي نسخة للتلات تلاف جديد بالزبط والموبايلين فيهم كزا نسخة من اول اربعة واربعة وستين لحد ستة مية تمانية عشرين باسعار تتفاوت من الالفين وتمنمية جيلي لحد التلات تلاف وستمية جيلي عمليا الاتنين قدموا لي اداء مريح وجايد جدا وسريع وسالس شاومي بتزبطها وتولفها للسوفتوير المرادي بشكل كويس فرداد ميتين وسامسونج الناحة التانية باستخدامها المخفف اللي متشال منه مميزات كتيرة وبالتالي دي انا تجربة تطيفة جدا كأداء ففي المجمل الاداء بالنسبة لي يعتبر تعادل اما الواجهة في الريدمي التان بيجي بواجهة ميو اي اتناشر فاصل خمسة اما الاثنين وعشرين اس فبيجي واجهة الوان يو اي كور سري بونت وان وطبعا وجهة سامسونج متشال منها شوية مميزات والناحة التانية وارضو متشال منها شوية مميزات في الفيديوهات المخصصة لكل موبايل هتعرفوا ايه المميزات اللي بتشالها وايه المميزات اللي موجودة واجهة كل موبايل وطبعا كالعادة الواجهة دي نقطة تفضيل شخصي بين كل واحد والتاني لما نروح البطاريات فالتنين بيقدموا بطارية خمس تلاف ميلي امبير ومع معالجين زي بعض ومعدل تحديث زي بعض وبالتالي واجهة كل موبايل هي اللي هتأثر على استهلاك الموبايل للبطارية وهنا واجهة سامسونج في موضوع الوضع السكون او الستاند باي بتبقى اقل شوية بذات لو فتح الالويز اوندوس بلي هتليف تسحب اسرع وبالتالي الريديم تان هتفق شوية في موضوع البطارية بالذات في وضع السكون. الشحن ده تمنتاشر وط اللي هو الريديم تان وده خمستاشر وط اللي هو الاتنين وعشرين وبالتالي هما الاتنين هتليم قريبين من بعض مش فارق كبير. لما نروح لنتصميم الموبايلين بيجي بتصميم بلاستيكي الاتنين وعشرين لامع على العكس الريديم تان مظفي. وزن الاتنين وعشرين اتقل مية ستة وتمانين جرام مقابل مية واحتمانين جرام. لكن الموبايل انحف تمانية واربعة من عشرة ميلي مقابل تمانية وتسعة من عشرة ميلي. بروز الكاميرا في الريديم تان اكبر شوية واوضح رغم عدم موجود لكن شكل الريديم تان من قدام احداث بصوب الكاميرا. في النهاية التصميم دي مسألة تفضيلات شخصية. البصمة الاتنين بيجوا بصمة جانبية شغلة بشكل كويس ودقيق. ومميزات الامان فالاتنين متشال من هم مميزات الامان اللي هي المجلد الامن عند سامسونج والمساحة التانية عند شاومي. وتجرورة الخرائط في الاتنين كانت جيدة جدا ما وجهتش فيها اي مشكلة. اما المستشارات فالاتنين تقريبا بيدعموا نفس المستشارات على العكس مستشار التقارب لزاكرنا فوق. كمان الريديم تان فيه طبعا عشان تستخدم الموبايل كريموت. الاتنين وعشرين بيتفوج بوجود الان اف سي للدفع الالكتروني. ووجود ميزة الالويز ان ديس بلي عشان تعوضك عن فقطان لمبة الاشعارات في الموبايلين. والموبايلين فيهم راديو. اما العلبة فالاتنين وعشرين بيجي بهند فري ولكن من غير كفر ولا سكريم بيرتاكتر. الريديم تان ما بيجيش بهند فري بس في كفر في سكريم بيرتاكتر. وتالي علبة الريديم تان هتبقى افضل بالتأكيد. الخلاصة. الاتنين وعشرين اس تكسب في الشاشة كجودة ومطعة مشاهدة. الكاميرا في المجمل. تسجيل مكالمات دعم ان اف سي. ووجود الالويز ان ديس بلي اما الريدم تان تكسب بالسماعات الاستيريو. دقة الشاشة الاعلى. التصوير الليلي. مستشعر التقارب الحقيقي. مستشعر الاي ار بلاستر والزاكرة الاعلى. بيتعدوا في الاداء. والتصميم والواجهة دي نقاط بترجع لتغذيلك الشخصي. الموبايلين ده ده كانوا مراجحين لي جدا في الاستخدام. كل واحد فيهم. فيه مميزات مش موجودة عند التاني. واعيوب مش موجودة عند التاني. وبالتالي لو اخترت في اي موبايل منهم هتبقى سعيد في تجربتك. ولكن كالعادة لازم تحد او لويتك وتشوف انت عاوز الشاشة الاحسن ولا الاستيريو وعاوز الوجهة دي ولا الوجهة دي. انت اللي هتقارب. هتمنى يكون الفيديو ده ومراجعات الموبايلات ساعدتك تختار. تنساش تعمل وشار وسبسكرايب. كان معك احمد متحد جدو من وسلام.